اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذين تم توظيفهم بعد التخرج مباشرة لأكثر من 85% في حين أن النسبة المتبقية يتم توظيفها قبل التخرج أو التوجه لريادة الأعمال وإدارة المشاريع الخاصة ومواصلة الدراسات العليا وقد أشاد سموه بالتوجيه السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله بإعطاء التعليم كل الرعاية والاهتمام ودعم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر لمسيرة التعليم وتطوره بالمملكة وأكد سموه الاهتمام بهذه الكلية وبما تحققه من نجاح هو نتاج العمل الجاد لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في إطار مشروع تطوير التعليم والتدريب وذلك بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030 وأعرب سموه عن الشكر لرئيس وعضاء مجلس أماناء الكلية ورئيس التنفيذي وكافة منتسبي بولي تكنيك البحرين لتحقيق الإنجاز والتميز متمنيا للخريجين التوفيق معربا عن الثقة والأمل بأنهم سيكونون خيرا من يمثل البولي تكنيك في أي مجال يختارونه لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على رعايته للحفل ودعم سموه ومساندته لمسيرة التعليم والتطوير مشيدا بما حققته من إنجازات ونجاح مؤكدا همية التعليم التقني والتطبيقي القائم على الإبداع والابتكار ثم قدم ضيف الشرف في الحفل سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وأصلاح السفن أسري ورئيس مجلس إدارة شركة ألمونيوم البحرين ألبا كلمة أكد فيها على دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص في استقطاب الخريجين المؤهلين حيث ذكر أن نسبة البحرينيين العاملين في شركة ألبا تصل إلى 85% من إجمالية القوى العاملة في الشركة مشيدا بكلية بولي تيكنيك البحرين كما عرب سعادة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء كلية البولي تيكنيك عن الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء معلنا أطلاق اسم سموه على مكتبة الكلية تكريما لجهوده ودعمه لمشروع التعليم والتدريب وما تحققه من خلاله من إنجاز ونجاح بعدها تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الشهادات على الخريجين موسيقى 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 هي نتاج مشروع تطوير التعليم والتدريب وإحدى أهم مبادراته كلية التقنية أو ما تعرف بجامعة البولي تيكنيك ها هي اليوم تشهد تخريج الفوج الرابع من طلبتها بمختلف التخصصات وعلى رغم أنها لم تبلغ عقدها الأول إلا أنها أثبتت وجودها كمؤسسة تعليم عال قادرة على تزويد سوق العمل بكوادر مؤهلة ويدل على ذلك هذا العدد من الخريجين الذين تم توظيفهم بعد تخرجهم في الأعوام السابقة يوم نعيش لحظة سعيدة ونحتفل بتخريج هذا الفوج إضافة إلى الأفواج العديدة التي تتخرج سنويا من مؤسسات التعليم العالي ونحسع في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب إلى تنفيذ مبادرات المشروع والبرامج بثقة عنه في الواقع هناك جهد كبير لتطوير التعليم في مملكة البحرين بفضل الدعم والمساعدة من قيادتنا الحكيمة يحفظها الله ويرعاها وهناك تطوير يشمل كافة المراحل التعليمية لكن تطوير مبني على خطط وبرامج ومراحل مدروسة وبرنامج زمني طبعا سعداء بتخريج الفوج هذا العام كوكبة جديدة إن شاء الله تنضم إلى زملائهم السابقين إلى سوق العمل إن شاء الله سنوات تقضوها في الجد والمثابرة والآن الأواني أن الوطن الآن يردون لجزء بسيط من جميل الوطن عليهم جيل جديد ويتجدد في كل عام مخرجات عرفت بجودتها وكفاءتها ولم يكن ليتحقق ذلك لولا أن بوليتيكنيك البحرين وضعت على رأس أولوياتها صناعة أفضل النتاجات التعليمية باعتبارها الأساس الذي صاغت منها أهدافها ورسالتها أول شيء أهدي حق أمي وأبوي لأنه هم يعني ساعدوني وخلوني يعني هم الإنسبريشن بهذا وطبعا إن شاء الله مسيرتي عقب هذه أنا الحمد لله منذ ما قالوها في التخرج أن نحن الطلاب بالتكنيك وارتي لنا أوفرات والحمد لله أحصات أوفر يديل وإن شاء الله بذن الله يعني جريب مسيرتي بتبتدي في الشغل أهدي التخرج حق أمي وأبوي وأخوي اللي ساندوني في هذه الرحلة طويلة أربع سنوات يعني الحمد لله يعني على اللي وصلنا له وإن شاء الله أطمح بعد حق الموجستير والدكتورة خطط ورؤى مستمدة من دعم القيادة الرشيدة وإسناد الحكومة الموقرة ساهمتا في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 من خلال رفض سوق العمل بمتطلباته المختلفة مؤسسة تعليمية فتية أخذت على عاتقها نشر التعليم التقني التطبيقي بمستوياته المتعددة وبرامجه المنوعة بما يخدم هذا الوطن ورقية لتلفزيون البحرين صالح يوسف